لو سألتك عن تشكيلة رائعة ممكن تحطها لأفضل اللاعبين في العالم حالياً من وجهة نظرك أفضل حضاشة اللاعب في العالم حالياً من حراسة المرمى حتى الهجوم حالياً 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 لايس شيء سهل طبعاً يوجد دائماً نعبون رعين سأكون في حراسة المرمى ممكن نعير و إذا تحدثت الآن بسرعة سأضع من سأضع هالند، سأضع لان بابي، سأضع ميسي سأضع بلينجهام أيضاً هو الرائع بالرائع الذي يلعب بمستوى رائع في هذه الفترة مع ريان مادريد يوجد العدة اللاعبون، يعني أنا أود أن أفكر في العديد منهم لا أتذكر الجميع، ولكن سأضع فريق يهاجم ويكون في منتصف الميدان قوي أيضاً ولكن هذا ما أتذكره الآن، ولكن كما قلت لكم الباقي ليس في، ليس مجهز له وأنا أعلم الفريق بالكامل الآن استعزينك بس لو ترجع، لو ترجع بدارك شوية عشان الصورة مش واضحة أيوة، أيوة، سؤالي بقى، لماذا لم تضع كريم بن زيمة في هذه التشكيل الرائع؟ مسير؟ هذه التشكيلة الرائعة ما حطيتش في خط لجوم كريم بن زيمة، لماذا؟ كمو؟ نعم، لم أسمع السؤال لماذا لم تضع كريم بن زيمة في هذه التشكيلة المثالية؟ هذا لم يكن، أنا فقط وضعت الفريق الذي أرغب فيه أن يكون متواجد أنت لعبت مع المصري أحمد حسن كوكا في أولمبياكوس، هل كان تربطكم علاقة صداقة؟ نعم، نعم، حسن، حسن، هو شخص رائع، أنا أحبه وأقدره بشدة، هو شخص ترحاب، ولعبت معه في أولمبياكوس، هو شخص هدف، شخص رائع، ولاعب هدف، ولهذا كانت فترة رائعة بالنسبة لي معه، كنت سعيد جدا، وكان لدي الحظ أن ألعب معه في أولمبياكوس، ولهذا أنا أحبه، ولكن هو كان أصيبه لفترة، ولكن هو لاعب، أنا أقدره وأحبه بشدة، ولعب كرة قدم رائع، يلعب بشكل جماعي، بشكل واحد، بحمد حسن ميدو في مارساليا مظبوط؟ ميدو؟ لا، 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 لم ألعب مع ميدو للأسف، لم ألعب أبداً أنا أشكرك، شكراً جزيلاً على هذه المداخلة، وهذه المشاركة، واحد من أهم اللعيب الوسط في تاريخ منتخب فرنسا، ماسيو فليوبينو، واحد من اللعيبة اللي كانت مهمة وحريفة وشويتة، واللعيب كان متطور بشكل رائع جداً جداً جداً، كان نص ملعب مش طبيعي، مسيرته زي ما قلت لكم تعطلت كثيراً كثيراً، كان واحد المفروض تبقى مسيرته أفضل من كده بكثير كمان.